أهلا بحضراتكم من جديد المرأة المصرية معلوفة بنجحتها الكبيرة في كل مكان بتشتغل فيه عشان هي بتهتم بشغلها وبتحب تؤديه على أكمل وجه وده شوفناه في أول مصرية وعربية بتعمل في منصب مهندسة عمليات الانتاج في إحدى الشركات العالمية والحصيلة على جائزة التمييز في مؤتمر إيجيبس 20-23 صحيح بسان دفتنا النهاردة بدأت شغلها كمهندسة في حقول البترول بعد خروجها من هندسة البترول والطاقة في الجماعة الأمريكية عام 2015 وليها تجربة مهمة جدا في مجال استخراج البترول خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دفتنا الموارنة في الستوديو المهندسة لميز سلطان صباح الخير عليكي صباح الخير كل سنة وانتوا طيبة صباح الخير كل سنة وانتوا طيبين وانا سعيدة طبعا انا معاكم جدا النهاردة وفخورا انا في التلفزيون المصري ده شرف لي وكمان يوم المرأة العالمية فيمكن اختيار هي اللي يوم النهاردة كل سنة وانتوا طيبين وانتوا طيبة لم يشت من ورانا يعني مهندسة بترول يعني حاجة من أصعب الشغلانات اللي الناس كلها بتقول يعني حتى متعدتك كلمة مع أي مهندس بيشتغل الشغلانة دي يقولك لا يا شغلانة يمكن متعبة شوية لكن انتي ما شاء الله ستوا بتعمليها على أكمل وجه احكي لنا يعني ليه حبيتي تعملي ده في الأول واخبار الشغلانة زي ايه ما حاكي هو انا دايما بقول يعني ما فيش وظيفة سهلة وظيفة صعبة احنا كلنا يمكن في المهم المختلفة بنقابل تحديات مختلفة بتبقى يمكن كل وظيفة لها حاجات أصعب في حاجات وأسهل في حاجات فأنا زي ما حضرتكو تفضلتو احنا انا تخرجت في 2015 من هندسة البترول في الجامعة الأمريكية وبدأت شغلي في الأول كمعيدة في الجامعة لفترة ست شهور بعد كده كنت عايزة اشتغل بإيدي يعني ذي كانت يمكن من الحاجات اللي حسين بيها بعد لما اتخرجت فأنا كنت يقول على الدفعاتي كنت متخرجة بمرتبة شرف فالأول كنت يمكن اتجاهت الكرير الأكاديمي وبعد كده قررت ان انا عايزة اشتغل بإيدي فبدأت العمل الأول في شركة من شركات القطاع المشترك فتابع وزارة البترول اشتغلت هناك سنتين بعد كده التحقت بالشركة الأجنبية اللي أنا فيها دلوقتي واشتغلت الأول في مصر يمكن أنا دلوقتي بشتغل في بحر الشمال لكن أنا في الأول كنت بشتغل في مصر في الموقع لمدة ثلاث سنين مهندسة عمليات انتج وبرضو في الموقع اللي أنا اشتغلت فيه في مصر كنت أول سيدة أعمل في الموقع دوت وذي كنت حاجة طبعا كنت فخورة بيها قوي بذلك إن ده كان من المشاريع القومية اللي بدأت في مصر اشتغلت هناك ثلاث سنين وبعد كده اشتغلت سنتين في المكتب المركزي ودلوقتي بشتغل في عمليات الانتاج في بحر الشمال طبعا زي مهدراتكو تفضلتوا في الأول وقلتوا هي طبعا وظيفة يعني لها تحدياتها بتبقى بنعود ثلاث أسابيع متواصلة في المنصة بتاعت انتاج الغيز والبترول يعني هذه مرحلة بتيجي بعد الحفر اللي هي بتبقى للتنقية البترول أو تكريره بعد مرحلة الحفر بعد الزغط بعد الاستخراج بتاعه وبعد كده بينتقل بقى بعد كده على حسب بقى محطة توليد الكهرباء أو على حسب يعني فين المنتج النهائي أو مين المستخدم النهائي ليه فبنعود ثلاث أسابيع بتبقى الشفت بيبقى ثلاث أسابيع في البحر بيبقى الشفت تقريبا 12 ساعة على الأقل الشغل في اليوم شفت صباحي شفت مسائي لأنه الانتاج بيبقى شغال 24 ساعة يمكن أنا من الأسئلة اللي بتسئلها دايما أنه كان في بالي وأنا في الجامعة أنه أنا هشتغل الوظيفة دي بقول لأ بس ما كنتش يعني كنت متخيلة في الأول أنه يمكنني هشتغل في المكتب بس لما دخلت المجال وبدأت العمل في مصر في الحقول لقيت أن العمل شايد جدا ولقيت أن أنا بتعلم كتير فكانت فرصة هائلة وبعدين بدأت أن أنا أتدرك في الاتجاه دوت فأفهم يا سويتي يعني وإحنا بنقدمك جيفت باقي يعني وإحنا نتكلم على الحقول واستخرج البترول في صورة زهنية كده مثل لي نحن البريمة بتاعت البترول وفيلم كان غالبا اسمه الرجال فقط طبعا كان بزرط ساعة خسني ونادي رتشي فلا يا صعبة جدا فتتفرجت على الفيلم ده؟ طبعا أنا تفرجت على الفيلم دوت ويمكن من الأسئلة الشهيرة اللي كنت بتسئلها على طول أنت سعاد حسني ولا نزيلة وبرضو من الحاجات اللي بقولها دايما أنه وللأسف نهاية الفيلم كانت أنهما اضطروا الأول أنهما يتنكروا كرجالة علشان خطر المجتمع يقبلهم في المهنة دي أو نايتكو وسط الرجال هناك في المهنة دي بالضبط إنها شقة جدا حتى ظروفها وانتكاليمي صعبة قوي شفت 12 ساعة وبتغيبي على الأقل على الأقل وبتغيبي يعني بتبعيدي عن بيتك 3 أسابيع متواصل بالذات أنه كمان بتبقى الموقع انتاج البيترول بتبقى دايما في الصحراء في البحر ظروفها صعبة جدا فمش بتبقى أماكن يعني أنا دلوقتي في الموقع الأول اللي أنا كنت بشتال فيه ده كان موقع كان موقع في البر لكن دلوقتي لنا فيه ده في البحر فإحنا بنبقى الواحد وشرين يوم في البحر جوى الماء يمكن أيوة الفيلم لو هرجع تاني للنقطة دي هو الفكرة أنه هو رسخها إنهم أول حاجة محتاجين كانوا إنهم يخفوا طبعتهم كسيدات وتاني حاجة إنه هو انتهى بإيه اللي ترسخ في أزهاننا إنهم في الآخر ما كملوش برضو فيمكن هي دي الحقي إنهم ما كملوش في إذا بس لعندي أخباء الفيلم لما نسبالي نحيتهم وارتبطتش إنهم ما كملوش عادي إنهم نكحوا بعد كده كشفوا عن إنهم ستات وكملوا إذا هو طلع إنهم ما كملوش في الآخر في الآخر خالت آه تقريبا جوزوا أردية لديه بس كملوا يعني هم يزيون ده ما يمنعش ده ما يمنعش ده أيوة ده حقيقي ما يمنعش ده فيمكن آه هو فيه تحديات ويمكن كمان هي عشان وظيفة مش مألوفة للمرأة في المجتمع بتاعنا وعلى فكرة مش بس في مصر يعني هو يمكن عالميا أنا دلوقتي الوظيفة اللي أنا فيها بره مصر بردو يعني يمكن فيه نسبة نساء أعلى بره لكن هو بردو أقل من اللي إحنا يمكن نحب نشوفه أو من المهن التانية فبس إحنا طبعا يعني الجايزة اللي هي كانت في مؤتمر إيجيبس لو رجعنا أو مؤتمر مصر الدولي اللي بيفتتحوا السيد الرئيس السيد يعني إحنا شايفين ده يمكن صورة البريمة اللي أنا بشتغل عليه هو دوت في بحر الشمال أنت بقى بتعملي إيه هنا أو أنت فين وما فيش بقى موبايلات ولا السيجنل ده أنت صح؟ ده أنا أو بالضبط ده أنا هو ما فيش سيجنل بيبقى فيه واي فاي بس طبعا علشان دال عن طريقه بنبقى موصلين بالإنترنت وبنتعامل مع المكتب الرئيسي فبيبقى صعب أننا ما فيش شبكة موبايل لكن منستخدم بقى الإنترنت عشان نتواصل معاهم في البيت فأنا بيبقى شغلي مختصة بعمليات الإنتاج هو دي إحنا هنا بنستقبل الإنتاج من الأبارة الموجودة في البحر وبتمر بمراحل مختلفة علشان خطر يتم تنقية هواقه المنصة بتستقبل الغاز والبترول وبيتم تنقيتهم في زي يعني قطار لكل واحد فيهم وبعدين بعد كده عن طريق خطوط الغاز والبترول بيتنقلوا تاني للبر للمستخدم النهائي فيمكن كان فيه صورة تانية من مؤتمر إيجيبس فده المؤتمر مصر الدولي لو ممكن بس زماني في الأداد مؤتمر مصر دولي للأسف أنا مكنتش موجودة في قاهرة ساعتها لإني كنت في الموقع فده والدتي بتستلم الجايزة من المهندس طريق المولة ووزير البترول هو يمكن المؤتمر بيفتتحه السيد الرئيس السيسي والمهندس طريق المولة ووزير البترول وهي الجايزة هي الجايزة الحقيقة أحسن تكريم للمرأة لأنه بيوري أنه الوزارة والدولة طبعا مهتمين بتمثيل المرأة في المجال دوت فهي دي فكرتها أنه هو الجايزة بتقدم لسيدة بتكون بتظهر قدرات قيادية في مجال الطاقة العالمي وفي نفس الوقت القدرة الفنية أو عيني فيه إثباتات من سنوات الخبرة بأنها عندها مهارات قيادية وفي نفس الوقت التقنية أو العملية في مجال الخبرة العملية في مجال البترول نشوف نمتك دلوقت يمكن على الشاشة بتستلم بدلك الجايزة ويمكن أكيد ليها دور كبير قوي في حياتك وحبين نعرف يعني كتب الثعامك إزاي يعني هل هي مش سهل على أمة مصرية أنها تقول بنتها روحي ثلاث أسابيع في السايت بتاعك سواء كان في السحرة أو في البحر واشتغلي من غير ما يبقى عندنا أي نوع من أنواع التواصل غير يعني خلال المعسجز بس معظم الأمهات تقول يا بنتي يعني أنت البنت أخيرها إيه مع بيت جوزها وحيالها لا ما متك واضح أنها دعميتك أن أنت تمشي وراحي المليكي دورها إيه وعايز تقول لها إيه النهاردة أننا بنشكر الست الجدع في حياتنا طبعا هو يمكن أنا أمي كانت يعني الدور اللي عبته في حياتي مش تقليدي خالص هي أستاذها جماعية هي يمكن عكس خالص فكرة أنه لازم أننا البنت أنها يمسرها في الآخر أنها لازم أنها تركز في حياتها الشخصية لا هو مهم أننا عندنا الاتنين مش أننا نبقى مركزين بس حياتنا العملية أو حياتنا الشخصية ولكن هي كانت بتدعمني يمكن أنا دخلت من دمن الأسباب اللي خلتني أدخل هندسة بترول أنها كنت متأثرة بخالي هو مهم بترول وطول عمره بيشتغل في المجال دوت فهو كان مسألة أعلى ليا طبعا هو بيبقى صعب في حتة أنه أنا ببقى بعيدة عن البيت فترات كثير أنا بقلي كذا سنة رابع سنة ليا في الموقع فبالعكس أنا ممطي طبعا بتبقى الآن علي أكيد زي أي أم مصرية بتبقى الآن علي لكن هي لما بتشوفني أنا ببقى مبسوطة وبحقق طموحي بتبقى مبسوطة وبتساعدني وبمر بقى وقت صعبة كثير قوي طبعا كثير قوي فهي ببقى أول حد نفسيا ولا في الشغل الاتنين يعني في جزء منها طبعا بحكم المكان وظروف العمل بتبقى نفسيا فيه ضغوطات وفي نفس الوقت طبعا بتبقى فيه تحديات علشان خاطر لو أنا المرأة الوحيدة أو من السيدات الأوليليين اللي موجودين في المكان بتبقى فيه تحديات موجودة فبحتاج أستشير أستشيرها فطبعا أعيز أقولها أن أنا بشكرها لأن أنا أعمل أي حاجة من الحاجات التي عملتها من غيرها ومن غير دعمها وهي طيبة ويعني ما شاء الله أنت لوقتي عندك بنت ما شاء الله مهندسة وأول مصرية وعربية بتعمل في هذا المجال مهندسة بترول في الحقول فده صعب جدا يا واضح أن أنت ربيتي شخصية قوية ومسؤولة وزي الأمر ما شاء الله كمان طبعا كل التحية لولدتك بس برضو أريد سألك بسؤال أنت بتقولي روحتي مكان متعرف علي أن كل موجودين هناك رجال لما أنت دخلت وسطهم كانت نظرتهم يعني حاسوا أن هنعمل هنضطر نشيل عنها الشغل ولسه هتتعلم طبعا أنا دايما في النقطة دي بقول أن أنا شفت نموذجين بذات لما بدأت العمل في مصر ويمكن دي ما هنا غير مألوف في سيدات مصريات اقتحم ومجال الحفر في السنين اللي فاتت عمليات الانتاج هو مختلفة شوية لأسباب مختلفة لكن ها دي كنت أول حد يمشي في المجال ده في الموقع لأنا كنت بشتغل فيه بزداد في مصر فيمكن كان فيه مجموعة من رجال كانوا هم مساندين قوي وبيحاولوا أن هم يساعدوني لنقطة أقلم مع المكان ويعلموني فده كان موجود علشان خطر برضو أن يديهم حقهم وكان فيه يمكن الفئة التانية هي اللي كانت هي جاهنا تعمل إيه يعني وزي ما كنا بنتكلم وإزاي أهلها سيبنا تفتعل الشغلين دي للأسف يعني دي من الأفكار برضو الموجودة أحيانا بتبقى في المجتمع بتاعنا ولكن بالوقت يعني إلا أنا اكتشفتوا أنه يمكن الناس اللي بتبقى مستغربة مش متعودة هي الفكرة برضو أن هما هما مش متعودين يعني كل حاجة في أولها بتبقى مش مستوعبين مش مستقاة يعني بيبقى الموضوع غريب شوية لكن أنا ببقى بعمل نفس الشغل وزي أحيانا الرجل بيبقى في حاجات بيحتاج مساعدة فيها في الشغل السيدة كمان بتبقى في حاجات محتاجة فيها مساعدة في الشغل ذي حاجة عادية كبني قدمين الفكرة دايما اللي بقولها هي المثابرة يعني بنحتاج أن احنا نفضل دايما حتى لو حاستينا أن في ناس مش قابلين وجودنا مش عايزة أقول رفضنا مش قابلين وجودنا أو مش مرتاحين مش مرتاحين خليني أقول مش رفضين في وجودنا احنا بنفضل برضو مستمرين يعني لازم ان احنا دي مش حاجة تخلينا ان احنا نخجل من اللي احنا بنعمله أو نبعد أو ناخد جنب يعني انا طبعا بنتفق معاك هو بالوقت بس هو مش بالوقت فقط يعني هو لو مجرد عامل الوقت مكنتيش نكحة ومكنتيش قد المكان اللي انت فيه لا ما كانش برضو هيستوعب أو ما كانش هيقدر مجبودك أو ما كانش هيقدر أصلا وجودك في المكان ده وبالعكس كنتي هتأكدي فكرة أنه فعلا أنت مش مكان أو مش مجال عمل للسيدات بالضبط هو طبعا بتبقى النقطة بقتتانية غير ان احنا الإسرار انه كمان بيبقى ان احنا طبعا ان احنا نبقى يعني دايما في مرحلة ان احنا بنحاول نتعلم على طول ونبقى ونبقى يعني ملمين بكل بكل حاجات المعلومات المهمة في المجال اللي احنا فيه يعني نسق الخبراتنا زي ما بنقول وفي نفس الوقت ان احنا بنبقى بنحسس الناس ان احنا جزء منهم يعني كل حد بيبقى موجود بيعلمنا حاجة احنا مش موجودين بس علشان خاطر ننقل خبرتنا احنا للمكان لكن كمان احنا بنستفيد من الناس اللي حوالينا سواء الفنيين المهندسين الاكبر المهندسين الاصغر ففكرة ان احنا نبقى جزء او ننصهر في المكان فيمكن زي حاجة مهمة قوي لأي سيدات تشتغل في مجال زي دوت لانه الفكرة برضو الحاجة بمناسبة احنا النهاردة يوم المرأة العالمي انا يمكن مخصوصا ان انا موجودة انا مش بس بكلم مش هدفين انا اكون بكلم المهندسات او الفئة اللهم بالضبط اللي هي مهندسات البترول او اللي عايزين يشتغل في المجال ده لا زي حاجات عامة بكل يعني بأي سيدة رسالتك موجهة في اي مجال بزبط في اي مجال بتوجه صعوبات مختلفة حتى لو المجال ده مش الرجال فقط لميس انا عايزة تسألك سريعا جدا انت نوي على اي اللي جاي عايزة تكملي في نفس الشغلين ولا شوي ابتديتي تتعابي وعايزة تعملي بيسموها الشغل المكتبي يعني اكتر عايزة تعملي ايه هو شغل الموقع بيبقى مرحلة يعني يعني بتبقى مرحلة ده حقيقة ده لأي حد بيش علاقة لأي حد كما بقالي كزا سنة في يعني الحمد للليل لست ما تعبتش لكن انا بفكر انه قدام طبعا يعني انا نفسي اوصل ان انا يمكن ابا مدير الموقع اوصل للموضع لمنصب قيادي في الشغل بعد كده لكن لحد دلوقتي لست ما تعبتش نعم نعم نحنا فخورين بيك الحقيقة ويمكن انا لما ببص لأي سيدة بتعمل في اي وظيفة ايا كانت انا يعني ما بشوفهاش انه ده انجاز كبير قوي عادي احنا قدرة بشرية قادرة انها توظف القدرات دي اللي عندها في المكان اللي بتشتغل فيه بالمناسبة مش اي رجل شغال في اي مهنة شاطر وجدير بمكانه خالص ومش اي سيدة برضو بالمناسبة ممكن تكون شغالة بالشرط او شرط انها تكون شطرة ومكتهدة خالص في الاخر هي عبارة عن شخص عقلية تحترم الشغل عقلية عندها استعداد انها تتعلم وتعلم وتفيد وتستفيد طول الوقت ويمكن هو ده النموذج اللي معنا فعل ايا كان نوع المهنة او المجال الممكن السيدات تدخل فيه لكن يكون لازم العقلية انها عندها مستعدة انها تبزل مجهود مستعدة انها تتميز مستعدة انها تفيد وتستفيد وتعلم وتتعلم زي ما انت كلمت يا لميس نورتنا في صباح الخير يا مصر كل سنة وانت طيبة ومرة تانية بنوجه التحية لولدتك الحقيقة يمكن احنا بالنسبة لنا انا فقورة جدا بعقليتها اللي قدرت تتقبل ده وقدرت تنقلهولك بشكرك شكرا جزيلا لميس سلطان اللي حاصلة على جائزة التمايز في مؤتمر ايجيبس 2023 وانت طيبين وكل سيدات مصر طيبين وانت طيبة وانت طيبة واسي لك يا لميس